السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين أهلا وسلم بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن عشبة السعد عشبة السعد أو لا نبتة السعد وسوف نتعرف على أسمائها باللجلة المغربية والفرنسية والإنجليزية وفوائدها وطريقة استعمالها وطريقة التحضير هذه الوصفة العجيبة بهذه النبتة إذن نبدأ على بركة الله بالنسبة لهذه النبتة النبتة السعد تسمى عندنا الدرجة المغربية كتسمى بالدرجة المغربية تارا تارا هذه كتسمى تارا كما تشاهدون معاها هذه هي النبتة تارا أو لا السعد أو لا أم السعد وبالفرنسية كتسمى عندها جديد الأسماء لها إسمان سوشي لانج وتسمى كذلك سوشي أو دوران سوشي أو دوران سوشي أو دوران والإنجليزية فهي تسمى سيبريس 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 ولها إسم آخر بالإنجليزية تسمى غالينقال 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 غالينقال. آآ ولها عدة اسماء في بعض الدول العربية تسمى في بعض الدول العربية تسمى آآ سعد. نفس السعد تسمى سعد أو لا سعدة سعدة وتسمى كذلك سعادة سعادة وتسمى كذلك الخلنجان البري. وتسمى كذلك ريحان القصاري. وبالامازيغية تسمى تغيلالت. بالامازيغية تغيلالت. وتعتبر عشبترة هي عبارة عن بضور كما تشاهدون بضور. يابسة جافة. بنية اللون. وصغيرة القد. صغيرة القد كما تشاهدون معي. هي صغيرة جدا. يطلق عليها في بلدان المشرق ام الساد. ام الساد. ويسمونها كذلك نبات الساد. نبات الساد. ولا عدة فوائد. نذكر من بينها. انها تساعد على ازالة الشعر. الغير المرغوب فيه في الجسم. الشعر غير. مرغوب فيه. وكذلك تصدف البشرة من الشعيرات الصغيرة. بشكل فعال. تزيلها وتنظف البشرة من الشعيرات الصغيرة. بشكل فعال. وأما بطريقة تحضير هذه الوصفة. ففا دائما نستعمل هذه الوصفة وهي عبارة عن مسحوق لا نستعملها على هذا الشكل يعني خصاة طحن نجب طحنها لكي تستعمل كيف نحضر هذه الوصفة أولا نقوم بأخذ ملعقة من مسحوق نبات الساد من ترى ملعقة صغيرة من دقيق أو لبودرة نبات الساد ترى نأخذ ملعقة صغيرة ونضيف لها كأس صغير من الماء ونضعها فوق النار ثم ننتظر إلى أن تطبخ لمدة تقريبا خمس دقائق فوق نار معتدرة الحرارة إلى أن تصعد الغلية الأولى تسمى عندنا في المغرب الغلية الأولى وبعد ذلك نطفئ النار ونقوم بوضع هذا الخليط نضعه في قننا من الزجاج ونسركه ليلة كاملة وبعد ذلك سوف نقوم بإزالة الشعر سواء عن طريق النتف أو طريق الحلوى أو عن طريق آلة الحلاقة مهم أي طريقة تستعملونها في إزالة الشعر نزيل الشعر على غير مرغوب فيه وبعد ذلك نأخذ هذا الخليط الذي قمنا باحتفاظ به في قننا من الزجاج ونضعه مساء بالليل مساء نضعه على البشرة على المناطق التي قمنا بإزالة الشعر فيها وبعد ذلك سوف نتركه لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بنضيف هذا المكان الذي قمنا بوضع فيه هذا الخل على الوصفة وبعد ذلك سوف نقوم تانية مرة أخرى بإزالة الشعر ونضع هذا الخليط الذي قمنا بالاحتفاظ به سوف نستعمل دائما الخليط الذي قمنا بالاحتفاظ به وبعد ذلك سوف نتركه ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بغسلها ونكرر الوصفة من أربع إلى خمسة مرات وبعد أربعة عيام سوف تلاحظون على أن الشعر بدأ يختفي بشكل نهائي وسوف يتوقف عن النمو والظهور إذن كانت هذه هي طريقة استعمال عشبة السعد تارى لإزالة الشعر غير مرغوب فيه وكذلك بعض فوائده إذا كانت لديكم أي معلومة تريد أن تقاسم معنا تريد أن تضيف لنا فيما يخص هذه النبتة فاكتبوا لنا في التعليق وإذا كان لديكم أي تساؤل حول هذه النبتة فما عليكم إلا تركه أو أي تساؤل حول نبات آخر تريدون أن نتحدث عنه في فيديو ما عليكم إلا كتابة لنا في التعليق وسوف أجيبكم بحول الله أشكركم على المتابعة وأنا ألتقي في فيديو آخر وفي نبتة آخر إن شاء الله مع السلامة إلى اللقاء